سيول قوية تضرب ادهوك شمال العراق موجة امطار غزيرة وصلت الارتفاع 60 مليمتر حولت المدينة الى مشهد مفجع اتقل اهلها بفقد ارواح وخسائر مالية كبيرة جراء غرق بيوت وسيارات وممتلكات وعلى الفور تسيدت حالة الطوارئ مناطق كردستان عموما ودهوك على وجه الخصوص وهنا اصبحت الحياة على شفير لحظة من الفقد حالات انقاذ هب لها المواطنون الى جانب الجهات الرسمية بعد ان غمرت المياه احياء كاملة في المدينة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البرازاني وجه محافظة دهوك باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حياة المواطنين المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك اعلن اغلاق طرق وغرق منازل غمرتها مياه السيول وتجيل حالات سعق بالكهرباء ودخول الكوادر الصحية حالة انذار قصوى لكن الاكثر الما ما تجرعه نازح الخيام والكارفانات في المدينة ما عرض حياة المئات منهم لخطر الغرق بعد ان فقدوا ما يملكون ليصبح مصيرهم في العراء تحت قسوة البرد والمطر وعلى الرغم من ان سيولا وامطار غزيرة شاملت معظم محافظات العراق الا ان اقليم كردستان كان الاشده طولا ما حرك حكومة الاقليم للدعوة الى المواطنين بعدم الخروج من البيوت مشاهد حركت منصات التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم الفوري للمواطنين في عموم المناطق الشمالية وتحديدا في مدينة دهوك قبل تفاقم مزيد من الخسائر في الارواح والممتلكات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة